التطبيق رهيب يخلي جوالك يتميز عن أي جوال في العالم أنت اللي تقدر تصمم طريقة الأيقونات كيف تظهر تقدر تفرها تقدر تضيف تيكست تغير بطريقة الموشن أو حركة التطبيقات ويحفظ لك كل الإشعارات حتى لو أرسلك شخص واتساب وحذفة ممكن تتحكم أيضا بالأيقونات اللي موجودة بالأسفل فبدلا ما يصير جوالك شكل التطبيقات والرسومات زي هذا اللي تشوفونا ممكن أنت تقلب بهذا الشكل اليوم جايب لكم تطبيق مخصص لهواتف السامسونج سمعت بعض الأخبار أنه ممكن يتيحونا لبقية أجهزة الأندرويد أول شي نحمل التطبيق اللي اسمه Good Look نروح على متجر سامسونج ستور نبحث عنه ونلقاه ونحمله وهذا شكل الأيقونة على طول نضغط عليه ونبدأ الحين نستكشف Good Look أول شي كيف نتحكم بشكل الأيقونات ونخليها تقدر تفر معنا بشكل سهل نبدأ نحمل من داخله أحد التطبيقات المصغرة واللي اسمه Home Up تلقون هنا جنبه شعار الداول لود نضغط عليه ونحمله ندخل على ال Home Up بيفتح لنا هذا التطبيق اللي بداخل تطبيق Good Look أول شي تشغله اللي بيتساءل ليش بالانجليزي حاليا هو بالانجليزي لكن احتمال لو كان بالعربي أكيد إن شاء الله بيكون أبسط بالاستخدام بعد ما نفعلها نروح لل Home Screen ونختار DIY Home Screen ونفعلها الحين نروح للشاشة الرئيسية أول ما تضغطون على الخلفية بتطلع لكم هنا DIY Home الحين بتبدأ الشغلة وتحريك الأيقونات تشوفون هنا على كل أيقونات لأن مربعات عليها خطوط يعني أنت في وضعية تعديل الأيقونات نقدر نسوي كليك هنا مثلا ناخد تطبيق تشات جي بي تي هذا نقدر نسحبه بكل سهولة أول شي بنغير شكل الخلفية نخلي لون كده حيوي ومنعش تمام نسوي تغيرت الخلفية هذا أول شي نسوي الطريقة ثاني مرة DIY نبدأ الحين نسحب التطبيقات ونغير هذا نخليه كده لاف على جام مثلا ناخد تطبيق ثاني طبعا هذا شغل على السريع بس عشان تشوفون الفرق ما بينه كيف كان الشكل الأولي وكيف الحين صار طبعا شكل مرة رائع نجي الحين عند الخيارات الثانية من المميزات أيضا لو نضغط الحين ونعلق ونختار DIY في هنا عندنا بعض الأيقونات زي ما تشوفون بالأسفل خلونا نضغط علامة الزائد الحين نقدر نختار أشياء كثيرة مثلا بنضيف نص يطلع لكم سهم فوق أو تحت تبغى تنزله تحت الأيقونات تضغط تحت 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 صار خلف الايقونات اللي هنا جميلة الحركة صح تحكم كامل نجي عند شغلة ثانية وهي حركة النوافذ كيف تبغاها تتحرك بسرعة تبغاها بطيئة تبغى لها حركة مميزة راح أوريكم والطريقة كالتالي ندخل على Good Look بعدين نروح Home Up ونفعل Gesture Settings عندنا Home Gesture Animation Tuning نفعلها بعدين نضغط عليها نبغاها Classic هذه الـ Classic عندنا طريقة الـ Elegance شوفتوا كيف نزلت Dynamic سريعة Sweet شوشان هادية Sweet شوف فرقها عن الـ Dynamic تبغاها هنا بطيئة أو هنا أسرع شيء الحين بأجي عند ميزة لو شخص أرسلك واتساب مثلا بعدين تراجع ومسحها فلو دخلت المحادثة بتلقى المحادثة ممسوحة زي ما تشوفون هنا المحادثة ممسوحة طب وشلون أقدر أطلع هذه المحادثة أو وش اللي جاني في وقت الإشعارات من نفس تطبيق Good Look نروح على نوتي ستار ونحمله بيكون موجود بين أحد هذه التطبيقات ندخل عليه ونفعله بعدين لما نصير نزور هذه الصفحة بكل مرة بنلقى الأشياء اللي حذفت محفوظة وكأنه يسوي حفظ للهيستوري الخاص بالـ Notification أو الإشعارات الخاصة فيك الحين واحدة من المميزات جميلة فعلا لو سوينا سكرينشوت لو تلاحظون عندنا هنا خمس أيقونات وين الحذر لو أنت سويت سكرينشوت بالغلط كيف تقدر تمسحها بقول لكم الطريقة نفس الشيء من تطبيق Good Look نروح عند Nice Shot وهذه Nice Shot نسوي لها Download بعدين ندخل عليها ونفعل Add Delete Button واللي بتسمح لنا نظهر أيقونة أو زر الحذف خلال تصوير الشاشة يلا ونجربها نسوي لقطة للشاشة طلع لنا زر الحذف موجود هنا الحين خلاص ما تضطر أنك تروح عند ألبوم الصور وتحذف الصورة واحدة من المميزات الرهيبة أنك تقدر تتحكم بالثلاث أزرار فتخيلوا الثلاث أزرار هذه تعتبر ستة أزرار تقدر تسوي كل واحد منها اختصار لشيء معين وراح أوريكم كيف الطريقة من تطبيق Good Look نروح نبحث عن Routines وهذه نسوي لها Download ندخل عليها وهذه Routines وطريقة استخدامها كالتعلي شفتوا علامة الصح اللي موجودة بالأعلى اللي هي Modes and Routines نضغط عليها بعدين نضغط علامة الصح يقول لنا إذا ضغطت هذا الزر إذن تسوي لي هذا الأمر ندخل على إذا ضغطت الزر الفلاني بتكون آخر واحدة Button Action يقول لك أي واحد تبغى فيقول لك تبغى ضغطتين على رفع الصوت أو ضغطة مطولة أنا أبغاها ضغطتين مع بعض ونختار Done وش نبغى يفتح لنا بنقول الفلاش مثلا Flashlight Turn On ونسوي Save ونعطيه اسم هنا طلع ليه الفلاشنج يلا نسوي تجربة يلا ركزوا معي اشتغل فلاش من ضغطتين طبعا هذه الطريقة تقدر تطبقها على كل الستة أزرار دائم تعودنا أن الأيقونات بالأسفل تكون أربعة شراكم أخليها ثمان أيقونات والطريقة أكيد من تطبيق Good Look ندخل عليه ونرجع ثاني مرة على Home Up ندخل على Home Screen بعدين نلقى عندنا Favorite Max Count اللي هو شريط المفضلة أو الأيقونات المفضلة نرفعه إلى تسع تطبيقات مثلا الحين شوفوا العجب أبسحب الواتساب وأنزل تحت أبسحب الواتساب ونزل تحت بعد يلا بنسحب البراوزر ونزل تحت شوفوا كم عدد الأيقونات اللي موجودة في الجوال بالأسفل طب لو أنت ضد الفيفوريت بار نهائي ما تبغى ولا أيقونات تكون بشريط المفضلة الطريقة ندخل على Good Look شفتوا Favorite Max Count تحتها نشيل تفعيل Show Favorite كذا راحة الفيفوريت من تحت بعض الأشخاص يفضل أنه جواله تكون شاشته كده نظيفة زي ما تشوفون نجي عند ميزة البحث السريع بداخل الجهاز أو من المتجر أو من الانترنت البعض يفتقدها خصوصا لو تسحب من الأعلى يطلق لك ال Notification طبعا ال Notification موجودة بهذه الزاوية لكن هذه الطريقة اللي من وسط الشاشة تقدر أنت تغيرها تدخل على Good Luck بعدين نروح Home Up وندخل على Home Screen بنلقى Finder Access لما نضغط عليها نختار أنها تكون موجودة في Home Screen أو الصفحة الرئيسية الآن خلونا نروح للصفحة الرئيسية سحبه كده يطلع لي Search وهذه جدا رائعة ومفيدة وتقلل علينا الوقت في البحث عن ملفات أو صور أو تطبيقات بداخل الجهاز ما راح تمسح مننا أو تلغي ميزة Notification أو الإشعارات اللي موجودة بالزاوية نجي عند واحدة من المميزات اللي بتخلي جوالك فعلا متميز دائما الجوالات تعودنا أنها تكون بهذا الشكل اللي هو يصف لك شكل التطبيقات بشكل هوريزنتل أو أفقي نقدر نغيرها بطريقة سلسة جميلة وبعدة خيارات ندخل على Good Luck ونروح عند Home Up بعدين نفعل Task Changer لما ندخل على Task Changer يقول لك وش تبغى تبغى Tilt Stack نفس الطريقة هذه أو تبغاها Grid هذه طريقة Little Grid طيب وش فيه في Vertical List يقول لك هذه أيقونات كل نافذة مع اسم التطبيق وأيقونته نرجع وش فيه غيرها في Slim List هذه شوفوا كيف طلحها وطبعا كل وحدة بداخلها خيارات مختلفة فمثلا لو نفعل Circular List راح يطلع فيها ميلان خلال حركتها فزي كده زي ما تشوفون شفتوا كيف هذا ميلان خفيف App Label نشيل App Label ما يطلع اسماءها لا رجعناها هذه اسماء التطبيقات الحين عندي واحدة من المميزات الجميلة شفت الخط الرصاصي هذا أكيد مليتوا إنه يكون رصاصي معاكم طول الوقت شراكم نخليه أحمر أزرق أصفر اللي تبغون ندخل على Good Look بعدين ندور على Nav Star هذا تطبيق Nav Star المصغر اللي موجود فيه بعد ما نسوي له Download ندخل عليه ونفعله ننزل تحت و Gesture Handle نفعلها الحين شوفوا كيف يتحرك الحجم مع الخيار اللي أنا أحطه شوفوا كذا أصغر شيء أو تبغونه أكبر شيء كيف تبغون الوضوح هل هو شفاف ولا واضح مرة طيب وش نبغى لونه نبغاه أخضر نبغاه أحمر نبغاه نفسج أزرق السماوي الغامق شوفوا كيف شكله الحين لما أفتح أي تطبيق ثاني موجود نرجع على Good Look وموجود هنا باللون الأزرق تبغون تعدلون الأيقونات اللي تطلع فوق خلوني أوريكم هذه الحركة من Good Look نروح نبحث عن Quick Star وهذه نسوي إلى Download ندخل عليه ونفعله أول شغلة اللي هي المسافة بين الأيقونات لو نسحب من فوق شفتوا المسافة اللي بين الأيقونات هنا نضغط علامة صح وخلونا نخليها Wide متباعدات شوفوا كيف صاروا متباعدات نلصقهم مع بعض نرو شوفوا كيف لاصقين مع بعضهم الحين نجي عند الأيقونات اللي موجودة بالأعلى نروح على Visibility of indicator icons نضغط عليها يقول لك وش في الأيقونات اللي تبغاها تبقى وش الأشياء اللي تبغى تحذفها نشيل ونشيل الألارم وكل شيء أنا بحذفها خلاص أبا خلي الجوال فاضي مرة ما فيه ولا شيء بالأعلى لاحظوا كيف طلع جدا ما فيه ولا مكان ونقدر الحين نرجحها كلها رجعت كل الأيقونات الحين لو نروح على clock sitting يقول لنا وين تبغى مكان الساعة هذه الساعة فوق زي ما تشوفون ست وخمسة واربعين مسحنا الساعة أو نخليها بالجهة اليمين يعني حشر مع الناس عيد خليتها مع الأيقونات الثانية اللي هي البطارية وغيرها أو أرجحها على اليسار بمكانها تبغى تطلع تبغى تطلع التاريخ بعد نفس الشي تقدر شو طلعت يعني طويلة جدا بالنسبة للساعة آخر شي معنا كيف نخلي شاشة القفل أول ما تفتح تطلع لنا جميل فعلا نروح عند بعدين نحمل بعد ما يتحمل ندخل عليه ونسوي continue عندنا create your different مثلا ندخل على هذي ونختار edit وشلون تبغى طريقة الحركة حقت الشاشة نقول مثلا كده كده شوفوا كيف كل هذي حركات تقدر تختار من الألبوم أو من الصور اللي يقترحها لك وموجودة بالانترنت نسوي داما لهاذي الصورة apply set as lock screen خلنا شوف شكلها التطبيق كبير جدا ومليان خيارات زي ما تشوفون يعني لو تجلسون تتصفحون فيها راح يغير لك أشكال كثيرة قبل ما أختم كيف أرجع كل شي زي ما كان من البداية الطريقة سهلة ندخل على good look بعدين نروح you بتلقى كل الأشياء اللي أنت معدلها تقدر تسوي disable all كذا قفلناها رجع كما كان هاتفنا قبل التعديل إذا أعجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر الإعجاب وتشاركونا مع أصدقائكم وأحبابكم يشرفني تشتركون في القناة أو على أحد حساباتي اللي بتظهر على الشاشة ألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى وفي أمان الله اشتركوا في القناة